السلام عليكم تلاميذ الصفة الخامس لابتداء درسنا لهذا اليوم من الاجتماعيات والفصل الأول موقع وطننا العراق عالميا وأقليميا ومحليا صفحة 6 و7 يعد وطننا العراق أحد دول قارة آسية طبعا العراق يعد أحد دول قارة آسية ويقع في الجزء الجنوبي الغربي منها يعني العراق يقع عالميا وأقليميا في الجزء الجنوبي الغربي من قارة آسية يقع في قارة آسيا في الجزء الجنوبي الغربي منها وهو أحد الدول العربية العراق أحد الدول العربية ويحتل الجزء الشمالي الشرقي منها يعني بالنسبة عالميا العراق يقع في الجزء الجنوبي الغربي من قارة آسيا أما بالنسبة للدول العربية وهو أحد الدول العربية يحتل الجزء الشمالي الشرقي من الدول العربية الجزء الشمالي الشرقي منها وتجاور وطننا العراق دول عديدة العراق تجاور دول عديدة يعني جيرانه اث تحده من الشمال يعني تحد العراق من الشمال دولة تركيا تركيا تحدة من الشمال ومن الشرق ايران ومن الغرب سوريا والاردن اما من الجنوب فيحده الخليج العربي والكويت والسعودي إذن ملخص موقع وطن العراق العراق يقع في قارة آسيا في الجزء الجنوبي الغربي من قارة آسيا وهو أحد الدول العربية أما بالنسبة موقعه بالنسبة للدول العربية يحتل الجزء الشمالي الشرقي من الدول العربية تجاور وطن العراق دول عديدة تجاور العراق من الشمال دولة تركيا ومن الشرق إيران ومن الغرب دولتين سوريا والأردن أما من الجنوب يحده الخليج العربي ودولة الكويت والسعودي نأتي إلى أهمية موقع العراق أهمية موقع العراق هذن النقطين أولا يقع العراق في قلب العالم ويعد حلقة الوصل بين قارات العالم القديم آسيا وأفريقيا وأوروبا إذن العراق أهميته أولا هو يقع العراق في قلب العالم ويعد حلقة الوصل بين قارات العالم القديم وهي آسيا وأفريقيا وأوروبا ثانيا يعد العراق قديما وحديثا معبرا لطرق النقل والتجارة الدولية العراق يعد قديما وحديثا معبرا لطرق النقل والتجارة الدولية أما عندنا هنا حل النشاط صفحة 7 عندنا النقطة الأولى من النشاط حدد موقع وجهة الدول المجاورة للعراق بالاعتماد على الخريطة رقم 2 قلنا هذه الخريطة رقم 2 العراق هنا يقول موقع وجهة الدول المجاورة للعراق الدول المجاورة للعراق قلنا هنا من الشمال هنا جواب في صفحة 6 تركيا ومن الشرق إيران ومن الغرب سوريا والأردن أما من الجنوب فيحده الخليج العربي والكويت والسعودي هذه موقع وجهة الدول المجاورة للعراق نأتي إلى حل النقطة الثالث من نشاط ما اسم المنفذ البحري الذي يطل عليه العراق من جهة الجنوب المنفذ البحري الذي يطل عليه العراق من جهة الجنوب هو الخليج العربي الجواب تقول الخليج العربي أنا هنا كاتب الخليج العربي ثالثا اذكر اسم القارة التي يقع فيها العراق طبعا القارة التي يقع فيها العراق هي قارة آسيا هذا كل ما موجود في موقع وطننا العراق عالميا وأقليميا ومحليا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته